توفي سفير اليمن لدى جمهورية اندونسيا عبدالغني النصر الشميري ويعد الشميري أحد أبرز الوجوه الإعلامية في اليمن وتقلد العديد من المناصب في إطار رئاسة الجمهورية وفي دوائر مؤسسات الإذاعة والتلفزيون الرسمية نعى رئيس مجلس القيادة رشاد العليم سفير اليمن لدى اندونسيا عبدالغني الشميري عقب وفاته في إحدى مستشفيات العاصمة الاندونسية جاكارتا وإرشاد العليم بمناقب السفير الشميري ومواقفه وأدوارها البارزة وإخلاصه في المهام الموكلة إليه كافة من خلال تقلوده عددا من المواقع القيادية من جهته قال رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك أن الوطن خسر برحيل الشميري واحدا من كوادره المتميزة الذين عملوا بكل إخلاص في مختلف المسؤوليات والمواقع نعت نقابة الصحفيين اليمنيين عضو النقابة ورئيس قطاع الفضائية اليمنية الأسبق عبدالغني النصر الشميري وفي بيان الناعي قالت النقابة إن الوسطى الإعلامي اليمني فقد برحيل الشميري أحد الصحفيين الذين أثروا العمل التلفزيوني في اليمن وسهموا في تطويره وتعزيز دور الإعلام الفاعل في خدمة المجتمع وتقدمت نقابة الصحفيين اليمنيين بخالص العزاء والمواساة لأسر الفقيد عبدالغني الشميري والوسطى الإعلامي اليمني سائلة للمولى أن يتغمده بواسع رحمته اشتركوا في القناة